نتائج الثانوية العامة لها أهمية كبيرة في حياتنا وحياة أهالينا دائما في توتر وخوف مستمر قبل إعلان نتائج التوجيه وحتى بعد إعلان النتائج لأنه إلها كثير دور كبير في تحديد المصير والمستقبل وشو ممكن الشخص يختار تخصصه الجامعية في المستقبل برضو لهيك إحنا كمان مش بس بكون خوفنا وتوترنا قبل إصدار النتائج كمان بعد صدور النتائج لأنه بقع الشخص بي توتر شو ممكن أختار تخصص جامعي كيف ممكن أنا أقرر مصيري في المستقبل لهيك اليوم رح نتحدث أكتر عن الأثر النفسي لبعد نتائج الثانوية العامة على الطلاب وعلى أهليهم وكيف ممكن إحنا نسيطر على توترنا اليوم رح تكون معنا الدكتورة ويسام أبو علي وهي متخصصة في إرشاد النفسي والتربوي يسعد صباحك الدكتورة أهلين صباحكم يسعد صباحك بكل خير أهلين صباح الخير يعني في البداية كيف أنت أجد توجيه إلى وقع كثير كبير على نفسية الطالب وبتأثر عليه الصدمة مرات كيف ممكن نقنع الطالب بنتيجته أنه يتقبل هذا الموضوع وأنه يكمل مسيرة الحياة بالبداية صباح الخير لكم للمشاركين المستمعين والمشاهدين وبحب أنتهز هذه الفرصة أني على شاشة A1 TV الجميلة وأقدم أجمل التهاني لسيدنا صاحب الجلالة الملك المعظم عبدالله الثاني وصاحب الجلالة ستنا الملك رانيا بخطوبة صاحب السمو الملكي الأمير الحسن بن عبدالله ومع أجمل الأمنيات تاني شي بحب أهني كل النجحة بالتوجيه وأهليهم أدي اليوم الصبح كنا فرحانين الشوارع كلها فرحانة إن شاء الله ربنا يعم الفرح عند الجميع وبهني كل الأهالي على نجاحات أولادهم وكل الدعم النفسي لكل من يحالفهم الحظ هذه الدورة وإن شاء الله دورات الجاية بيكون له الحظ الأزمن إن شاء الله هلأ مثل ما الكل بعرف أنه مرحلة التوجيه هي مرحلة حاسمة وانتقالية بمرحل من دراسة بالمدارس لمرحلة انتقال دراسة بالجامعات فهي بتكون كتير صعبة واضغطات على الأهل والطلاب صراحة الطلاب لازم يعني يكونوا الأهل يعطوهم كتير دعم نفسي يقدروا يعززوا قدراتهم مش كل حدا موجود عنده نفس القدرات بنفس العيلة بتلاقي قدرات مختلفة بين كل الأبناء فالأهالي بدهم يقدروا هذا الشيء وبدهم يبرزوا ويعززوا هذا الشيء بيعطيه ثقة للطالب بهذا القدرات اللي عنده فبدنا نقول للطالب إنه أنت عملت اللي عليك وإنت اجتهت وحاولت توصل اللي حتى تفرح أهلك بنتيجتك لكن قدراتك بتكون مثلا اتفاجأت بالنتيجة فهذه مش نهاية العالم إنه لسه معك فرص حتى اللي جاب نتيجة غير متوقعة بيعني مش متوقعة حصولها كمان عندك لسه فرصة بالجامعة بتقدر تكون متفوق بالفصل الأول وبتغير التخصص صح هو الهدف إنه يكون شو عندك طموح داخلي تمسك فيه وأكيد مع بذل الشهد مع إنك تكون تشتغل على حالك تحسن من نفسك أكيد رح توصل اللي رح حطه في بالك جميل دكتورة يعني عم نحكي إحنا عن دعم الأهل والدعم المحيط اللي طالب التوجيه في حال ما حالف الحظ أو حصل على معدل هو كان بتوقع معدل أكتر من هيك بسألوقات بنسمع من الأهالي إنه ليش أدعمه نفسيا ما هو ما درس فإحنا هنا شوي بدنا نكون برضه منطقيين إنه إحنا الطلاب اللي ما درسوا ما دائما يحطوا هم يبرروا يحكوا أنا ما عندي قدرات مثلا ما بقدر أدرس أو بدرس بس أنا ما بجيب معدل لا ما حالفك لحظها لا بس بدك ترجع تعطي أكتر بدك ترجع أنت بقوة أكتر في الدورة القادمة حتى تعوض اللي راح منك صحيح صحيح طب دكتورة هلأ إحنا بنحكي عن دعم الأهل إحنا نشوف حتى طلابنا بالتوجيه هم بيخافوا من أهليهم أكتر ما بيخافوا من المعدل في حال ما كان فشو ممكن نعطي إحنا نصيحة للأهل في هذا الوقت صراحة التعامل مع النتائج يفضل إنها تكون بوسطية كيف وسطية يعني إنه تكون تخلي مشاعرك الداخلية وتظهر حتى لو كان العكس تقديرا لتعب الطالب على إنه تعب وإنتوا عارفين أنه تعب كأهل فتقديرا لمشاعره خلي مشاعرنا لو كانت لا سمح الله مش حالف المحاضب النجاح خلي مشاعرنا السيء الداخل وإحكس مشاعر تاني بتدعم وجود الطالب بتدعم تعبه يعني هو ما أثر وفي كتير أهالي صراحة وقفهم مع أولادهم كمان هم متعبوا لكن بنفس الوقت في أهالي صراحة ما كانوا بيعرفوا المستوى الأكاديمي لأبنائهم وبيجوا على مرحلة التوجيه وبيضغطوا عليهم وبيضهم منهم يطلعوا بنتائج كبيرة وهذا أكبر غلط صراحة فلا بنكون مع أولادنا نفرح نفرح يعني بعقلانية ونراعي مشاعر ممكن نكون في البيت اتنين توجيه قدراتهم مختلفة مش بس أنا لسه ما بحكي عن بر البيت أنا بحكي عن جوه البيت اتنين عندهم توجيه مثلا قدراتهم مختلفة فبنا نراعي ننجح للي نجح وكمان نراعي شعور اللي ما حالف الحظ بالنجاح فدور الأهل كتير كبير صراحة بس هو الأفضل أنه يعني ردود أفعالهم تكون مسيطرة عليها جميل جدا طيب إحنا مبارح حلقة الأمس تحدثنا عن خطوات التهيئة النفسية ما قبل نتائج التوجيه اليوم شو الخطوات اللي لازم نتبعها بعد إعلان النتائج سواء كانت النتيجة ناجح أم راسك هلأ الخطوات أهم شي بأنك تخطط لقدام التخطيط الجيد ما تكون مندفع بقرارك ما تكون مندفع بالتخطيط بدك تتعرف إيش هي قدراتك وين اتجاهاتك وين تقدر تعزز شخصيتك بالتخصص اللي أنت بتشوفه مناسب لإلك ورح نحكي عن التخصص صراحة سمعتوا أنتوا بالأون الأخير أن الحكومة صراحة عملت على تطوير الأنظمة من خلال التقرير اللي طلع منه ديوان المحاس ديوان الأحوال المدنية اللي هو بضمن مؤشر الطلب والعرض على التخصصات وبناء على التقرير تم مناقشته بالمجلس التعليم العالي وطلع بقرارة أنه تخفيض نسبة القبول 50% للتخصصات المشبعة وتوقف قبول عن التخصصات تقريبا 42 تخصص لأنه أشبع بالأعداد فهذا الشيء طبعا بجهود مؤسسات وطنية ومؤسسات داعمة للطلاب جميل جدا دكتوريا قبل أن ننتقل للتخصص لأنه بدنا نسهب فيه شوي موضوع المقارنات بما أنه ذكرتي قبل شوي أنه ممكن يكون في البيت نفسه طالبين توجيهي أو ممكن تكون خواتة كل واحدة عندها طالب توجيهي بيبلش هذه المقارنات أنت معدلك هيك ألا أشوف ابن خالتك هذا الشيء قديش بيأثر على نفسية الطالب حتى لو بيكون جايب معدل لا بأس فيه لكن موضوع المقارنات صعب أنه إحنا نتجاهل وبتلاقيه كثير موجود في مجتمعنا صعب جدا وبنصح الأهالي صراحة أنهم أبدا ما يلجأوا لهذا الأشي المقارنات والأولاد كلهم كل حد أبنائنا كل له قدرات معينة كل له قدرات معينة صراحة على مستوى الشخصي أنا عندي بنت مثلا ما بتحب الدراسة بتتجه للرياضة وبعزز في هذا الإشي في بنت بتحب العلم أكتر بعزز الدراسة عندها وبشوف إيش المجال بتقدر تبدأ فيه فصراحة دور الأهل كثير صعب بهذا الإشي ما يقعوا بفخ المقارنات لأنها كثير بتأثر على نفسية الأبناء ومثقتهم بنفسهم ما بتخليه يعني بكون قادر أنه يواجه أي تحديات نعم من الأشياء الشائعة اللي كلنا بنعرفها والمتعارف عليها في المجتمعنا أنه مثلا بيجي الطالب الأهل بكونوا مخططين له شو بده يدرس وين بدي أي تخصص بده يدرس بدي يطلع هيك بهاي الجامعة هذا الحكي ممكن يكون ما قبل حتى الثانوية العامة ممكن يكون من أعمار مختلفة ممكن يكون من صف عاشر فمكونوا محددين له مستقبل هذا الإشي صح أم الله هلأ الأهل لازم يكونوا على استيعاب أنه أبناءهم عدوا مرحلة الطفولة وهلأ في مرحلة النضج لازم يعطوهم ثقة بنفسهم أنهم هم هلأ أصحابين القرار وصراحة ذكرتني بموقف تجربة شخصية صارت عندي بنتي الصغيرة كان اتجاها وميولها بتخصص وأنا وأبني شاركني بالقرار أنه لأ أنت معدلك عالي بدك تحطي هذا التخصص لحد هلأ بتندم أنه بس صار هذا النقاش الحمد لله بعد ما حطت التخصص تبعنا اللي إحنا بنية بعدين تخصصها قد ما شفنا قديش نعكس قرارنا عليها بطريقة سلبية صرنا ندعي يا رب ما يطلع التخصص لأنه حطنا لأنه أثر نفسينا عليها لأنه أثر على نفسيتها وفعلا الحمد لله طرع التخصص اللي هي حطته اللي هي مبدعة فيه وهلأ الحمد لله عم بتكمل دكتوراه فيه يعني طلعت من المتفوقات ولع العلم التخصص اللي اختارته أقل من معدلها بعشر علامات يعني مش شرط أنه خلص ابنك جاب معدل فوق التسعين أنه لازم يكون مثلا محترام لكل التخصصات طب أو هندسة أو صدق لا هلأ فيه ميولهم يختلف تماما انتباشنا فهذا الشيء من تجربة شخصية بنصح الأهالي أبدا ما ياخد قرار عن أبنائهم حتى لو كان التخصص أقل بكتير من معدلهم طب دكتوراه احنا بموضوع اختيار التخصص قبل شيء ذكرتي أنه لازم احنا ننتبه على شو التخصصات اللي مشبعة في السوق وهلأ نقطة ثانية كمان ذكرتيها أنه لازم يتبع شغفه المجال اللي بيحبه حتى يبدع فيه شو كمان في عندك نصائح ممكن نحن نصاح على طلاب التوجيهي اللي حاليا محتارين شو يختاروا تخصص جامعي هلأ كل ما كان الطالب بيحب شخصه بيحب نفسه وعارف شو قدراته كل ما كان قادر يحدد إيش هو بده وقادر حتى يقنع أهله اللي مش مقتنعين بهذا التخصص لأنه كل حدا فينا جواته رؤية خاصة متفردة فيه ما حد بيقدر يعرفها إلا هو نفسه فأنت عزز هذا الإشي بيين لهم هذه الشخصية اللي فيك بيين لهم إيش هي قدراتك كل ما كنت تقب نفسك أكتر كل ما قدرت تاخد قرار وتحديت الجميع بقرارك فإتعب على نفسك أكتر كون قد التحدي وكون قد مسؤولية قرارك جميل جدا طيب اليوم أنا كطالب خلصت مرحلة الثانوية العامة نجهت كيف بدي أعرف أنه أنا الميول تبعي بده مثلا أدخل إعلام كيف بدي أقدر أفهم أنه أنا هذا التخصص فعليا أنا حاب بوله أنه أنا بدي إياه هذا الشغف عندي مش لإني شفت عليه فلان ممرات إحنا بكون إحنا بتصيبنا شحنات بتكون مؤقتة لظرف معين لحدث معين لشغلة شفناه عند شخص فمنفكر حلا أنه إحنا هذا الشغف طبعا فكيف اليوم بي أحدد شغفي بالتحديد أنا كطالب توجيهي لسا أني في بداية مرحلة النظام هلأ سؤال كتير صراحة قوي هلأ الشغف اللي ذكرته ما بيظهر بيوم وليلة نعم الأهل حتى بيكونوا وعيين بهذا الإشي هذا مثلا عندي ابني طول النهار ماسك المايك عايش دور مذيع نعم تمام وصارت صراحة صحيح نحس أنه مش مكانه فبتلاقيه بيدور وين في فرص بتكتشف الموهب اللي كانت جواته وبطلعها في هذا الإشي نعم فهذا الشغف بيكون بيكون ع تراكمات من خلال فتراته العمرية على فتراته العمرية فبتظهر في تجارب معينة ونفسه الطالب بنتهز هاد الفرص وبيلجأ لإلها مشان يبرز الموهب نعم يبلشوا من هلأ حتى ما يفوتهم الفوت ولقدامك تشفوا أنهم يختاروا تخصص خاطئة زي ما كتير منا حاليا عم بندما على اختيارات خاطئة دكتورة بدنا منك نصيحة أخيرة للي ما حالفهم الحظ كيف ممكن ندعمهم نفسيا نعطيهم شويتك طاقة إيجابية في هالمرحة كل الدعم لهم اللي ما حالفهم الحظ مش نهاية العالم كتير في فرص إجتك فرصة إنك تشتغل حالك أكتر ممكن أنت تكتشف تقصير معين كان فيك بهذه التجربة وتشتغل عليها مشان التجربة التانية فكتير في فرص لقدام وإن شاء الله أنه ربنا يقوي كل حدا ما حالف الحظ وأكيد رح يطلع بإشي أجمل بالدورات القادمة يعني دكتورة وسام أبو علي مرشدة نفسية وتربوية شكرا على هذه النصائح المهمة وأيضا كمان من وجه تحية كمان لأنك والدة زميلتنا والدة زميلنا عفوا يعني هذا الإشي إحنا نفتخر فيه وإن شاء الله نتمنى لكل الطلاب التوفيق والنجاح نتمنى كمان الأهل يصير في عندهم توعية كمان أكتر وأكتر شكرا لكم أعطيك ألف عافية دكتورة الله أعطيك شكرا كثير لكم ساعتنا الثانية أكيد بدنا نبلشها بزميلنا مهند الراميني وجول في عالم الأخبار العالمية يسعد صباحك مهند من جديد صباحا خير عليكم جديد صباحا خير على جميع المشاهد يسعد صباحك شوفي اليوم مخببين لأخبار العالمية تمام يعني مهند أنا بحسه هيك خلص خلص اليوم متروحن أنت متحسين اليوم بزبت لأنه عنده أخوني جايح بالتوجيهي بس أنا اليوم بدي أحكي شغلة أنا بكوني كتير مبسوط وسعيد لما بشوف أنه في دائما أنه توجيهي أو الثانوية العامة هي مش بس النجاح أو الفرح لطلاب التوجيه لكل أهليهم بس أنا اليوم بدي أحكي شغلة هيك وأخذها من مهند وبيدي أسأل عنها عشان أعرف أنا شو الموضوع أنه دائما أجواء التوجيهي مميزة تكون عند الأهل تكون عند الطلاب تكون عند الناس اللي حواليك بس حتى حمالي بتلاقي كل مبسوط حتى الجيران كمال بتشوفهم بشوف دائما يعني خلص البيت اللي فيه توجيهي كل اللي حواليه كل محيطه كل جيرانه بكون هم مبسوطين في هذا النجاح بحسوا كأنه خلص فخورين فيه فمرحلة مصرية مرحلة جميلة بس كلنا شو بناحكي لحد هلأ إحنا قداش قلنا سنين إحنا متخطين هاي المرحلة كمال بكل فرح من مر فيه منظلنا نعيد إحنا نفس الجملة إنه ما في زي فرحة التوجيهي إحنا أخذنا نقاش عن أخذنا الموضوع من زمين لمهند بس أنا بدي أحكي فعليا شغلة كتير مهمة فرحة التوجيهي هي فرحة ما بتكون بس لشخص واحد ما بتكون لطالب التوجيهي بتكون إله ولأهله وللناس اللي حوالي أنا بعد سنين عديدة من تخرجي من الموضوع التوجيهي اليوم قدرت لغاية الآن بشهر بالرهبة قبل النتائج كل ما أحس فعليا وهذا الإشي نوعا ما يعني ها شوي كل ما نحس دائما في رهبة للتوجيهي حتى لو إحنا تعدينا هاي المرحلة مع زميننا مهند شكل راحي يجيب لنا الحلو لأنه حكينا على الموضوع فبعذا هيك رح نطلع معكم لفاصل صغير بعدها راجعين في جولة في عالم الأخبار العالمية أكيد مع زميننا مهند والحلو تابعه يعطيكم العافية